في خبر عاجل اعتقد نزل على الشاشة طلع انه محمد بن سلمان غادر تونس محمد بن سلمان وصل تونس وحنا بنبدأ الحلقة غادر تونس قبل ما انا خلص الحلقة قعد زيارة لم تتجاوز المطار قال لك زور سافر تونس يخربت ام الفضيحة يخربت ام الفضيحة قال لك غادر تونس غادر تونس حتى مقدرش مش قادرين يكتبوا جملة بعد زيارة قصيرة يعني حتى كلمة قصيرة مش مناسبة للزمن اللي قضاه حقيقة قال له هو انت من بتاع خمس ثواني اللي هو يعني ليست مناسبة بقولك بدأنا الحلقة مع وصول القاتل المتصاهي لتونس وقبل ما يعدي نص الحلقة تلتين الحلقة كان اقل من ساعتين يا جماعة هدى في تونس ازيارة لم تتجاوز المطار وقاعة التشريفان تحيى لتونس الحرة والشعباء الحر اللي حقيقة اكبر اللي خلص سبسي ما قدرش حتى يطلع اللقطة بالشكل المناسب قال له هو تصورنا زي ما انت حرية تصويرها هي هكذا هم المجرمين القتل يفضلوا يلفوا حول النفسهم ما يقول لهمش نوم ما يقول لهمش نوم ليه لانه قاتل ويعلم انه قاتل مهما خدع الدنيا كلها واحدة من عذابات ربنا لحد ما يحقق وعده في الدنيا والاخرة للقتلة الكوابيس وربنا وربنا ما يكتبها على حد الكوابيس التي تأتي للقتلة استعيذوا من القتل وكوابيسه وتوابعه